كل التحية لك يا كابتن أيمن وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان من هنا من مقر إقامة فريق الناد الأهلي وآخر استعدادات فريق الناد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في الجولة العشرين للدوري الممتاز نستعد العبن الناد الأهلي دلوقتي يا كابتن أيمن للدخول في المحاضرة الفنية قبل التوجه إلى ملعب اللقاء استاذ القاهرة اللقاء الاستاذ اللي استضيف في اللقاء الأهلي وأسوان ضمن فعليات الجولة العشرين للدوري المصري موسم 2019-2020 حالة من الجدية ومن التركيز بتفرض نفسها على لعبة النادل أهلي في هذا اللقاء لعبة كلها مركزة في هذا اللقاء وفصل تام بين لقاء أسوان ولقاء الزمالك لعبة كلها مركزة النهاردة أنها تصالح جماهير النادل أهلي عقب التعادل الأخير في مباراة الإنتاج الحربي الجميع مصمم النهاردة أنه يفرح جماهير النادل أهلي ومحطة من المحطات المهمة جدا لعبة النادل أهلي بتستعد الاقتناص الثلاث نقاط لاستكمال مشوارها نحو الدرع رقم 42 كواليس اليوم النهاردة كابتن أيمن اللعبة النادل أهلي تناولت واجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة والنصف الصباحا ثم واجبة الغداء في تمام الساعة الثانية ظهرا عقب واجبة الغداء كان هناك بعض الاجتماعات ما بين مستر ريني فييلر وديبيت دا سيزا وأفراد الجاز المعاون توماس وميكيلي للحديث عن أهمية هذا اللقاء وضرورة إحراض الثلاثة نقاط وأيضا مستر ريني فييلر كان يتفرج على آخر لقائين لفريق أسوان في الدوري الممتاز سواء لقاء مصر المقصة اللي كان انتهى فوز مصر المقصة على أسوان بدفين مقابل هدف واللقاء الأخير اللي جمع ما بين أسوان وفريق مصر وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أيضا كان حريص مصر ريني فييلر على تنويع المحاور الهجومية وهو يركز شوية على استغلال المحاور الهجومية في النادل أهلي خاصة في ظل الطرق الدفاعية اللي بيواجهها النادل أهلي في لقاء الانتاج الحربي الأخير ومن قبله لقاء أمبين هو ينوع شوية من المحاور الهجومية واستغلال الكرة السابقة أيضا استغلال تزديد من خارج المنطقة سواء من وضع السبات أو من وضع الحركة كلها من المحاور الهجومية اللي بينوع النادل أهلي أنه هو يستغلها النهاردة في هذا اللقاء ويستفيد من الضربات السابقة وأيضا التزديد من خارج المنطقة أيضا كان فيه الاجتماعات والثنائيات مبين للنعبين شوفنا الأحاديث الجانبية مبين السلية وحمد فتحي أيضا أيمن أشرف ومحمود متولي حمد الشناوي ودوره مع وليد سليمان وعبت النادل أهلي النهاردة أنه يحث العبت النادل أهلي على ضرورة إسعاد الجماهير يعني خلال اللحظات هيتحرق الفريق إن شاء الله إلى أستاذ القاهرة لمواجهة فريق أسوان اتمنى كل التوفيق طبعا في هذا اللقاء لفريق النادل أهلي ويكون ثلاث نقاط مهمة جدا في مشوار النادل أهلي نحو الدرع رقم 42 دي كانت كل التفاصيل من هنا يا كابتل عميان مقر إقامة فريق النادل أهلي كل التوفيق بإذن الله لفريق النادل أهلي شكرا جزيلا فاروق فكرنا بأيام حلو قوي فاروق يعني افتكرت الوقت أيام ما كنا في الفندق وكنا قبل المباراة وساعة الغدى يعني عايز أقول لكم على حاجة إحنا أيام المعسكرات وأيام الغدى بالذات لما كنا بنتقابل في يوم الماتش إحنا كلعيبة كل واحد بيفقودته مع زميله وبننزل على الغدى بنبقى عارفين والله أول ما بننزل ونتكلم مع بعض الغدى بنبقى عارفين تقريبا بالنسبة 99% إحنا هنعمل إيه الماتش دو روح التفاؤل لما بص العين زميلي لما نبص العيون بعض لما نتكلم مع بعض بنحس إحنا مثلا إحنا الجاي الماتش دو هيبقى صعب شوية الماتش ده لأ لأ هنكسب بإذن الله بروح التفاؤل وروح الإصرار والعزيمة بتبدأ يمكن من قبل الماتش بيوم وليومين إنما بنحسها قوي وإحنا ساعة الغدى يمكن فاروق عايش مع الفريق يمكن من الصبح وقال لنا على بعض الحاجات اللي هو ميستر فيلر حيركز عليها النهاردة تسيد من خارج الكرات السابتة استغلال الأجناب يمكن الحاجات اللي هي الماتش اللي فات يمكن كنا مؤثرين فيها شوية ولكن الأجواء أنا شايفها من كلام فاروق إنها كويسة بإذن الله وإن شاء الله تهيئ اللاعبين بإذن الله لتحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق المكسب النهاردة بإذن الله على فريط أسوان هنروح فاصل وقبل ما نروح الفاصل هقول لكم إن شاء الله بإذن الله إن احنا هنتكلم على الماتش بتاع أسوان النهاردة بتوسع أكبر مع نجومنا نجوم التحليل الكباتن الكبار كابتن علاء ميهوب كابتن محمد يوسف كابتن عاد المصطفى وكابتن هاني العجيزي ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة